بدعم من الأردن أطلق في قطاع غزة مشروع نقل مرضى الفشل الكلوي تفاصيله في التقرير التالي نظرا إلى معاناة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة ومحاولة للتخفيف من أعباء طلق العلاج وتفاصيله المرهقة أطلق في غزة مشروع نقل مرضى الفشل الكلوي في إطار الدعم المستمر للمملكة الأردنية الهاشمية لأهالي القطاع تأتي هذه الخطوة للتخفيف من معاناتهم والعمل على تقديم العون لهم ونقلهم من أماكن سكنهم في منطقة شمال غزة إلى مدينة غزة وهي مسافة ليست ببسيطة وهي مكلفة جدا خاصة أن معظم أصحاب هذه الحالات من الحالات الاجتماعية الصعبة علاقة الأردن وفلسطين هما توأماني شقيقاني لا ينفصلان في كل يوم تصلنا المساعدات من الأردن الشقيق ومن المحسنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية وكلهم يقتدوا بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إطلاق مشروع نقل مرضى الفشل الكلوي تم بتنصيق الهيئة الهاشمية الخيرية الأردنية بالتعاون مع جمعية الوئام ووزارة التنميات في فلسطين الأمر الذي شكل نموذجا متكاملا لتسهيل إجراءات بدء العمل الذي ستشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية والذي أصبح على استعداد فوري لتقديم الخدمة لمرضى الفشل الكلوي والله حاجة ماسة جدا لأنه بصراحة يعني الحصار والمادية للشعب الفلسطيني تعيسة جدا وبالتالي لا نجد إلا أن تكون هذه الوسيلة هي الحل الأمتل والشافي ولها مننا دعوات من القلب تحرك عنا شوي صعب جدا ما أدرك لما يكون فيه مواصلات والمواصلات هذه مكلفة فيه مصاريف خاصة كما للمستشفى خلف المواصلات يعني اليوم نشكر المملكة الأردنية على تقدمهم إنه هو مشروع نقل مرضى فشل الكلوي ونشكر الملك عبد الله الأعباء المتراكمة والتي زادها ألم ألم بهم وعاش معهم جعلت من عملية انتقال مرضى الفشل الكلوي من منازلهم إلى المشفى الوحيد الذي يقدم لهم العلاج ذهابا وعودة عبء إضافي أثقل كاهلهم إلى أن حمل لهم مشروع توفير حافلات لنقلهم أخبارا سارة تخفف عنهم أحد همومهم منعك القناة رؤية غزة فلسطين